بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة دعوني أتحدث عن قرة العين قرة العين هو ذلك المشهد الذي تتلذذ به عينك تطمئن به عينك تشعر بالسعادة تشعر أنك فرح فرح تشعر بالفرح اليوم سأتوقف مع آية كريمة أنا أحب أن أكررها كثيرا وأدعو بها سبحان الله والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إمامه دققوا معي أيها الأحبة هذا دعاء نوع من الناس على درجة عالية من التقوى والتوبة إلى الله يعني يكثرون من التوبة إلى الله يتوبون إلى الله يعملون الصالحات الله قال في حقهم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الغرفة مكان عالي من الجنة الله أعلم بها ويلقون فيها تحية وسلامة والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هذا الدعاء أيها الأحبة أنا أتمنى من كل أخ كثير من الأسئلة تأتيني لا يشعر بالسعادة في حياته كثير من الأحبة تعسر زواجهم من الشباب أو البنات علمنا دعاء ندعو به طبعا الدعاء أيها الأحبة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الدعاء مهم جدا صحيح كل شيء مكتوب ولكن حتى الدعاء هو من الأشياء المكتوبة يجعله الله سببا ليرزقك بزوجة صالحة يجعل لك أو يهيئ لك أو يلهمك الدعاء الصحيح هي أسباب أيها الأحبة لذلك أرجو أن تحفظوا هذه الآية هذه أو آخر سورة الفرقان دعاء المتقين يقولون والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا يعني من الزوجة والأولاد الذريات أي الأولاد هل هناك أجمل من الإنسان أيها الأحبة بعدما يتزوج أن يشعر بالاستقرار عندما ينظر إلى الزوجة تقر عينه ينظر إلى هؤلاء الأولاد الصالحين المطيعين البارين بأبويهم تقر عينه قرة أعين قرة العين يعني أيها الأحبة تشمل المعاني الكثيرة من الفرح والسرور والسعادة والطمأنينة ويعني تشعر بمحبة هؤلاء لك أيضا هذا نوع من قرة العين أن تشعر بمحبة الزوجة والذريات وذرياتنا يعني حتى أولادك وأولاد أولادك ليس فقط الأولاد على فكرة يعني والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هناك شرط أحبتي في الله لتحقيق هذا الدعاء أن تكون من المتقين أن تكون يعني أنت مثال للمتقين هذا نوع عالي جدا نوع عالي جدا نحن نقتدي بالمتقين أما أن نكون نحن قدوة للمتقين هذه مرحلة عالية الله أمرنا أن نسألها إياه سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما أي أن نكون يعني نقتدي بالمتقين نقتدي بهم ونكون قدوة لهم انظروا إلى هذه المعادلة المزدوجة يعني أن تكون أنت مثالا نموذجا صالحا رائعا للذي يريد أن يتق الله يقتدي بك يقتدي بسلوكك إذن حتى تحصل على قرة العين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إذن يجب أن تحقق الشرط الثاني وجعلنا للمتقين إماما لا يكفي العمل الصالح أن تذهب وتأكل الربا ثم تدعو بهذا الدعاء لن تستفيد شيئا أن تؤذي جارك أو تؤذي إنسانا بريئا لن ينفعك هذا الدعاء ولن ينفعك القرآن كله لو قرأته كل يوم أن تأكل أموال الناس بالباطل لن تستفيد شيئا إذن ينبغي أن تكون مثالا رائعا صالحا للمتقين لكي يرزقك الله قرة أعين من الزوجة والأولاد هذا في الدنيا في الآخرة أولئك يجزون الغرفة بما صبروا إذن القضية تحتاج إلى صبر أيها الأحبة نحن قلنا إن الصبر ضياء أسهل عمل وأثقل عمل في الميزان وأكثر عمل له قيمة تأخذه معك إلى قبرك هو الصبر أيها الأحبة الصبر هو العمل الذي يعفيك من المحاسبة تأملوا معي جيدا الصلاة تحاسب عليها الصيام تحاسب عليه وتأخذ حقك كاملا كل درهم أو قرش أو دينار اكتسبته وأنفقته ستسأل عنه فيما اكتسبته وفيما أنفقته كل ثانية من وقتك ستسأل عنه إلا الصابر سبحان الله الذي كانت بضاعته هي الصبر لا يسأل عن شيء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بدون حساب تدخل الجنة سلام عليكم ادخلوا الجنة بما صبرتم إذن أيها الأحبة الصبر شيء عظيم جدا لذلك الله ماذا قال أولئك يجزون الغرفة بما ماذا بما جمعوا من المال لا بما جمعوا من العلم والشهادات والعقارات والأموال والأولاد لا لكل هذا ستتركه خلفك أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية والسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم أيها الأحبة أي شيء أجمل من أن تغادر هذه الدنيا إلى حياة ما وراء البرزخ المليئة بالأطمئنان المليئة برحمة لأن أن تلتقي مع الملائكة هل تريد شيئا منها من البشر بعد ذلك بعد أن تلتقي مع الملائكة الكرام لذلك أيها الأحبة عليكم بهذا الدعاء وبالتقوى وبالصبر رجاء أن احفظوه وكرروه عسى أن نلقى الله وفي قلوبنا شيء من كلامه يعني يكفي أن عقولنا الآن وبخاصة الشباب امتلأت تضج تضج هذه العقول بالكلام الفارغ والأخبار الفنية والأخبار الاقتصادية واجتماعية وكذا وكذا العقول تضج بأشياء فارغة لن تنفعك بشيء أمام الله احفظوا مثل هذه الآيات وكرروها عسى أن نلقى الله إذا متنا أن تكون نورا لنا في قبرنا الله تعالى ترجمة نانسي قنقر